السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معينا في فيديو جديد معكم احمد اسامة وفيديو النهاردة ان شاء الله هنستعرض فرصتين على سهمين للمضاربة اللحظية مع افتتاح السوق غدا ان شاء الله اولهم فرصة على سهم مكة الانشاء اللي بيتداول عند مستوى التسعة وخمسين فاصلة واحد اه وحابب ان لو حضراركم حابين انكم تشتركوا معينا في جروب الواتساب اللي بينزا علي التحليلات بشكل مباشر فهتلاقوا اللينك تحت الفيديو او لو عاوزوا التحليل سهم معي نتقدر سيهو في كومنت تحت الفيديو ده وهيتم الرد على حضراركم مكة الانشاء زي ما قلنا بيترى عند مستوى التسعة وخمسين فاصلة واحد بعد ما انهى مناطق التجميع بين مستوى الخمسين حتى مستوى التسعة وخمسين ابتدأ يحصل بعض الصعود اه بعد كده او اعت اختبار لمنطقة الطلب الموجودة بين مستوى التسعة وخمسين فاصلة تمانية حتى مستوى التمانية خمسين فاصلة سبعة ودي المناطق اللي انا فيها لسام مناطق التجميع الاخيرة والمتوقع ان نشهد لي ارتفاعات قوية جدا خلال فترة اللي جاية لكن حبينا ان احنا ننوه لفرصة المضاربة اللحظية مع بداية الاسبوع من المستوى الحالية بعد تكوين شامع ابن بار انعكاسية اه داخل منطقة الطلب فبالتالي فرصة للتكوين مركز شرية من المستوى الحالية لاستهداف مستوى الاتنين وستين فاصلة تلاتة ان شاء الله مع وقف اخسارة اسفل مستوى السبعة خمسين فاصلة سبعة ودي اول فرصة معانا بالنسبة لسام مكة الانشاء وذكرنا الاسباب منطقة الطلب مع اعادة اختبار مناطق الاكيوميليشن وشامعة البن بار الانعكاسية اللي كانت موجودة معانا يوم الخميس فده بالنسبة لسام مكة الانشاء برضو معانا سام مهارة عليه فرصة جيدة جدا لتكوين مراكز شرائية كمضاربة لحظية مع بداية الاسبوع غدا ان شاء الله من المستويات الحالية نتيجة لوجودنا عند منطقة الطلب جيدة جدا ارتفع منها ا 급ى ما اخرى بعد الوصول او تكوين نموذج وصلنا لهدف نموذج وصلنا المستوى التسعة وخمسين حاليا مناطق الطلب بين المستوى الخمسين فاصلة خمسة حتى مستويات التسعة وخمسين فاصل تسعة فبالتالي بالنسبة لي تعتبر فرصة جيدة جدا خاصة مع تكوين شامعة تلعيه على الفاصل الزمني لستين دقيقة مع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي. فبالتالي فرصة جيدة بوقف اخسارة اسفل مستويات التمانية وخمسين فاصلة واحد. اهدفنا عند مستويات الواحد وستين فاصلة تمانية ان شاء الله. ثم مستويات الاربعة وستين فاصلة ستة. اه دول قد انه فرصتين للمضاربة اللحظية. المقصوب بالمضاربة اللحظية. يعني مضاربة سريعة. بتستمر في خلال يوم او اه يومين او جالسة او جالستين بالكتير. وان شاء الله يكون معنا فيديوهات تانية لمضاربة اللحظية خلال الفترة القادمة لانها اطلبت مننا بشكل كبير خلال الفترة الفات. تمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا باستمرار. كان معكم احمد اسامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.